سوريتل تقدم النبيذة تأليف إنعام كتششي بصوت منار مرادي واحد هي لحظة من الحياة لم تجربها من قبل ولا تظن أنها ستعرفها فيما بعد كانت جالسة في القطار قرب النافذة ثم رأت ماضيها يأتي ويرمي نفسه في المقعد المقابل نظر شامتاً في عينيها وانتشلها من الرتابة ووهن السنين هل تتجاهله أم تغير مكانها؟ حدثتها نفسها أن تقوم وتتجه صوب جرس الطوارئ وتسحب لسانه الأخمر ستسمع صراخ العجلات وهي تحتك بحديد السكة وتطلق شراراً تفتح الباب وتنزل وتجري على الرصيف لكن عينيه كانتا تقبضان عليها وتقيدان يديها أرخت جفنيها وسلمت نفسها لنديف قطن أبيض كان كابوساً سببه سؤال عادي وجواب يبدو عادياً لم تستوعب في البداية ما قاله لها الشرطي الواقف عند ذلك الباب لكن عبارته أذكت جمرة خامدة مدفونة في صدرها أثار فضولها أنه يحرص غرفة بعينها من دون باقي الغرف في الممر الطويل سألته عن المريض الراقد في الداخل من عساه يكون وراء الباب أحياناً يحدث لنزلاء هذا المستشفى العسكري في باريس أن يكونوا من ضباط الجيش لكن المرضى لا يحتاجون لشرطياً يقف وقفة استعداد بالبزة الزرقاء على أبوابهم لعله رتبة رفيعة أو شخصية لها وزنها من دولة صديقة سبق أن جاء للعلاج هنا ملوك ورؤساء وزعماء أحزاب بعضهم مات على سريره هنا أعلنوا أنه توفي في بلده وخرجت جنازته من بيته عمليات جراحية وعلاجات تجري وراء أستار تؤدي فيها فرنسا واجب الضياف والمصالح لأصدقائها أحياناً لأعدائها من المريض في تلك الغرفة؟ لعله مجرم خطير أصيب في مطاردة أو عند استجواب فض يعالجونه قبل عرضه على القاضي يقتضي الحذر أن لا يرد الشرطي على فضولها لكنه مهذب لم يتجاهل السؤال رفع يمناه إلى قبعته يحييها كما هي العادة قبل أي حديث مع مواطن مال على قامتها الضئيلة وهامس بالإسم لا سبب لأي يتوجس منها أو يشك فيها سيدة موصنة تغضن وجهها وانحنى ظهرها تقيم في المستشفى نفسه وتتحرك في الممر متعكزة على عصة سيفضلها بما أرادت معرفته ولن يعني لها الأمر شيئاً إن نزيل الغرفة مريض يحتضر كان معروفاً ثم ما عاد يذكر مضى زمانه ودخل اسمه موسوعات الأعلام هو نفسه لم يكن يعرفه قبل أن يقول له إنه رئيس جزائري سابق الشرطي شرطي لا معلم تاريخ هاجت خفافي شماضيها وهي تسمع الإسم وخزها قلبها وتسارعت دقاته لم تصدق أن نزيل الغرفة التي تقع في الطابق الخامس على مبعدة أمتار من غرفتها في مستشفى فالدوغراس هو بن بلة كأن ريحاً هبت على روزنامة عمرها فتطايرت صفحاتها وتقلبت عوداً على بد هذه ليست مصادفة سعيدة بل جيرة شريرة همس لها حارس الغرفة باللقب فتذكرت الإسم الأول أحمد لا تنسى ضحاياها ولا أحبابها ومن حلت عليهم بركتها أعطوها صورة له وحددوا لها اسمه الحقيقي ولقبه الحركي مزيان مسعود قامة يصعب نسيانها نحيلة طويلة مثل سروة رأته في المكان الذي وصفوه لها يشرب القهوة حسب عادته في ساعة محددة على النيل وكان عليها أن تتمشى وتتمهل بالقرب منه يقف ويرد على تحيتها وسؤالها العفوي تتفرس في وجهه وتبتسم تنصرف مثل ما جاءت عابرة بسؤال عابر كم كانت سنه يوم ذاك تاج الملوك تعرف نفسها عاشت ثلاثة أعمار في عمر واحد ما عادت تتوقع مزيدا من الأقدار والمصادفات لكن مجاورته ليست قدرا ولا مصادفة إنها حساب ما فات عندما يثقل الملل على الساعات والأشهر يروح ينبش في الزبالة بحثا عن حب البطيخ تستطيل الحياة وتتمطى أكثر من اللازم ثم تبدأ بمخالفة خط سيرها وتلعب بصاحبها شاط باطي لا أحد يعرف بالضبط ما هو الشاطي ولا ما هو الباطي شيء يشبه العام شامي وهي قد غادرت سريرها لتخطو خطوات قلائل وتحرك ساقيها حسب نصيحة الطبيب حين رأت قرين القدر ينتظرها في ممر المستشفى بديل يؤدي المشاهد البهلوانية نيابة عن بطل الفيلم لعلها ممثلة من دون أن تعرف بطلة بالغصب منها وقد حضر نائب القدر ليشمت بها شماتته الأمر من السخرية هل تسمح لي بالدخول دقيقة للسلام عليه؟ ممنوع يا سيدتي إنه في شبه غيبوبة تحاول أن تتخيل ردة فعل شرطي الحراسة لو قالت له إنها حاولت اغتيال المريض القابع وراء هذا الباب كان ذلك قبل أكثر من نصف قرن جربت ولم يطاوعها قلبها يراها الشرطي تبتسم في صراحانها فيبتسم لها عادت إلى غرفتها تطرق بعصاها أرض الممر نجى الهدف من الموت عاش حتى استقلت بلاده صار رئيسا للجزائر تتذكره بأسى ولا تحبه لا تحب حلفاء عبد الناصر من السجن والملاحقات وأحكام الإعدام إلى الرئاسة ومن الرئاسة إلى السجن تقاليد عادية في تلك البقاع من الأرض تجاوز التسعين وجاء يتعالج عند مستعمريه أعداء الأمس السياسة بنت كلب غرفته قريبة من غرفتها رئيس سابق وجاسوسة سابقة يتجاوران بسلام تحت لعنة الشيخوخ ستجد وسيلة لزيارته يجب أن تدخل عليه لتقول له إنه ما زال يتنفس بفضلها ليذهب بعد ذلك وليمت كما يحل له لا أحد في هذا المستشفى يعرف حقيقتها لكنها تعرف نفسها ذاكيرتها ما زالت سليمة لا تتلعثم ميمونة تعرف ربي وربي يعرف ميمونة حكمة شعبية سمعتها من بورقيبة حين زار بغداد قدمها له الباشة كانت صحفية فذهبت إليه وأجرت مقابلة معه محام تونسي ثار جاء يطلب دعما لشعبه من حكومة نور السعيد لكل بلد عربي قضيته ورموزه تحقق مراده ونالت بلاده استقلالها كبر المناضل الشاب وصار المجاهد الأكبر ليت هذا الرأس يتوقف عن ضخ الأسماء والسحنات إنها أوجاع ركبتيها تكفيها تدور الممرضات حولها يطلبن رضاها زوجها كان ضابطا ذا شنشن بطلا من أبطال الحرب الثانية يكفي أن تقول إنها أرملة سيريل شامبيون حتى ترفع على كفوف الراحة يدرس الطلاب مؤلفاته في معاهد تخريج الجواسيس مهنة دنيئة يفضلون عليها تسمية الأجهزة الخاصة لكن هذه حكاية أخرى تمددت وقربت مذياعها الصغير من أذنها تغطي عينيها بنظارتها الشمسية لمزيدا من التركيز تدير مجساتها في اتجاه الربيع العربي تتابع أخبار ثورة الياسمين يعجبها الوصف ويشرح صدرها نزاجها في الأوج وهي لن ترد على الطبيب حين يناديها مادام شامبيون ستبتسم بمكر وتقول له إن اسمها تاج الملوك إيرانية من بغداد وقد يصدقها لأن سمرتها تشفع لها تقلب المحطات وتتابع النشرات الشارع يغلي في تونس اللافتات مرفوعة في شارع الحبيب بورقيبة طواه الموت الجبار القادر على أكبر الكبار وظل اسمه مكتوبا على جادة تراه ببدلته الصيفية البيضاء وحذائه ذي اللونين أبيض وأسود تقاطعت خطواتها معه في بغداد مثلما تقاطعت خطواته مع بمبلة رفض نقل شحنات السلاح من القاهرة إلى الجزائر عبر موانئ تونس خزع بلات مجاهدين في زمن فوار تمد قدميها من تحت اللحاف وتتأملهما صغيرتان بأصابع قصيرة لكنهما قطعتا جبالا وعبرتا قارات جاءتها الممرضة بصينية العشاء وأقراص المساء تطلب حبة إضافية للنوم تعرف أن عقلها لن يغفو ستكون ليلتها طويلة لأن خفاشا إن فلت من ماضيها يرقد على مبعودة ثلاث غرف من غرفتها وعقدنا العزم أن تحيى الجزائر تنتتم 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 تحفظ اللحن وتنسى بقية الكلام تظهر على وجه زوجها بثور حمر وصفر حال ما يسمع النشيد حساسية مخصوصة بضابط استخبارات خسر المعركة سموها قلاقل ولم يمنحوها شرف الحرب حاربت فرقة الكومندان سيريل شامبيون بالبنادق والمدافع والمدرعات والعدو قاتل بأجساد رجاله ونساءه مليون شهيد يسميهم زوجها مليون كلب يتعمد أن يكون لئيما في شتائمه ضد العرب كأنه يشتمها وينتقم من نفورها منه ظل استقلال الجزائر يفقأ عينيه حتى شخر شخرة الموت لا تعرف مارتين شامبيون كيف انقضت تلك الليلة تابعت الأخبار ونامت نوما متقطعا حلمت بأن ساقيها عادتا قويتين وظهرها مستقيما سارت حتى جادة الحبيب بورقيبة في تونس ووصلت ميدان التحرير في القاهرة لم تكن تحلم بل تعزم عزما شديدا هاتفت مع المحتجين وعلى صوتها تمنت نفسها مرفوعة على الأكتاف تماما مثل وثبة كانون في بغداد استيقظت متعبة وكأنها عائدة من سفر ظلت راقيدة تغالب ألما في مكان تعجز عن تحديده توجعها ذاكرتها جاءت الممرضة بالفطور مع حفنة أدوية الصباح لن يصلح العطار لمتابعة الاستماع إلى هذا الكتاب حمل تطبيق ستوري تيل من رابط التحميل في صندوق الوصف واحصل على 14 يوما مجانا لا تنسى ضغط اللايك والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد في عالم الكتب الصوتية